مملكة البحرين قامت السلطة التشريعية باستحداث القدرات ووظفت الإمكانيات ووضعت الخطط الاستراتيجية وجعلت الدبلوماسية البرلمانية أولوية ثابتة لكل المراحل باعتبارها واحدة من أهم أدوات تنفيذ السياسة الوطنية على المستوى الخارجي سواء من خلال العلاقات الثنائية أو عبر العمل الدبلوماسي هذا وقد حرصت مملكة البحرين كل الحرص على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية للمساهمة في بناء علاقات سلام ودية ونشر ثقافة الحوار وتكريز جهود التعاون والتنسيق المشترك مع البرلمانات الصديقة من أجل تسوية النزاعات والخلافات الدولية بالطرق السلمية وفي السياق نفسه فقد بذلت السلطة التشريعية في مملكة البحرين جهودا حثيثة وذلك لرفع مستوى الشراكة بين الدول العربية والإقليمية نظرا لأهمية العلاقات مع الأشقاء والأصدقاء وما يمثله التعاون والتنسيق من خيار أساسي لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة فهذه الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية البرلمانية يشهد لها الجميع خلال تاريخها المعطى خدمة للمصلحة العليا لمملكة البحرين وسياستها الخارجية المتميزة لبلوق تطلعات وأمالي وطموحات المواطنين إلى ذلك فقد أصبحت الدبلوماسية البرلمانية في مملكة البحرين تلعب دورا هاما وفعالا نظرا لما لعبته عبر الملتقيات والمؤتمرات البرلمانية الدولية أو عبر الاتحادات البرلمانية الدولية والإغليمية إذ أصبحت تعكس السياسة الحضارية للدول المتقدمة على المستوى الديمغراطي